السلام عليكم وحمد الله وبركاته واسعد الله ومساك بكل خير ونور ونعيم تعرف احنا في اي شهر؟ لا ما احنا في اكتوبر احنا في ابتوبر هذا يعني انه شهر اللي احنا فيه بأم الله شهر خير وبركة لكن فيه تركاية وخدعة بسيطة جدا لازم اطلعك عليها علشان تستعد وتتجهز بسلاحك وعتادك وايضاً ما احنا نتكلم على العملات البقمية بعض منها راح نسلط عليها الضوء ما عندنا وقت نضيعه توكلنا عن الله قبل ما نبدأ اي حاجة حابة تقدم بالشكر لضاعي ثري كومز زي ما تكلمنا عنه واحد من اشهر بوتات تداول الآلي لعملات البقمية اللي موجودة في العالم تقيباً من 2017 سونا له حلقة منفصلة تقدر تراقيها في صندوق الوصف ما شاء الله هذه الحلقة وصلت اكثر من 130 الف مشاهد تقيباً ما خلتني الذاكرة ارسوم في ثري كومز تعتبر رمزية لكن هذه استعملت رابط الموجود في صندوق الوصف راح تتحصل على 10% خصم على اول اشتراك شهري أو 50% خصم على اول اشتراك سنوي يا هذا او هذا ثاني اما احبت تكلم عنه بالنسبة لموضوع نسخ صفقات التداول الكوبي تريدينج حالياً يتم التناقش قاعدين نتناقش ونتفاهم مع اوكي اكس بحيث نلاقي آلية معينة عشان موضوع الكوبي تريدينج او عملية نسخ الصفقات فبإذن الله ان الله اراد وتمت راح نبدأ بنشر صفقات تداول بحيث انك تقدر تنسخها لكن هذا راح يكون على منصة اوكي اكس فجهز حسابك اذا حاب راح تلاقي رابط منصة اوكي اكس في صندوق الوصف ايضاً اذا استعملت هذا رابط راح تحصل على او قد تحصل على مكافآت ترحيبية خلينا ندخل في الموضوع على طول اول شي حابين نتكلم عنها بكل بساطة هو موضوع البيتكوين البيتكوين هو ما ادراك من البيتكوين لكن بسبب الحركة اللي حصل على البيتكوين حابين نتكلم عنه على فريم ما هو بليومي ولا الأسبوعي ولا الشهري ولكن فريم على اربع ساعات خليني احطها امامك بابسط طريقة ممكنة حالياً البيتكوين تقيباً يتداول عند 61.500 دولار امريكي على المدى المتوسط والبعيد هناك ايجابية البيتكوين يعني مستهدف تنظيف الشورتات ما بين ال64 الى 72.000 دولار امريكي مع اضافة الهدف اليومي لالقاع المزدوج اللي احنا سابقاً ما اتكلمنا عنه في هذه المنطقة القاع المزدوج اللي عندنا هنا واتكلمنا عنه معدة مرات لكن على اي حال خليني اعطيك هي بكل بساطة على المدى المتوسط على المدى البعيد هناك ايجابية وعند العملية استهداف لتنظيف الشورتات ما بين 64 الى 72.000 دولار امريكي الان خلصنا من المدى المتوسط والمدى البعيد خليني نتكلم شوية عن المدى القصير فيه تذبدبات حادة لازم يعني نفتح عيننا عليها هذه التذبدبات اهدافها ما بين 59 الى 62.000 دولار امريكي طيب عندنا واحدة من الارغام المهمة اللي حابتكلم عنها اللي هو 59.000 دولار امريكي بالنسبة ل59.000 دولار امريكي كسروا بشكل سليم والتداول تحته بشكل سليم هذا يجعلنا انه في نسبة عالية لتقفيل الفجوة عند 54.000 دولار امريكي وممكن تكون بذيلة سريعة او ويك سريع فخلينا عاملين حساب اي غدرات وخاصة مع الفيكس او البولوتوليتي اندكس الخاص بالاسواق الامريكية المشاكل الجيو السياسية اللي حاصلة حاليا فدائما خلينا نكون حذرين لكن بشكل عام استعادة الدعوم اللي تبدأ من عند 62 ومن ثم 64.000 دولار امريكي هذا يؤكد الارتداد ان شاء الله ونقدر نستمتع صراحة بحفلة من الالعاب النارية والصعود اذا اهم مناطق الاكشن اللي ممكن تحسن فيها الاكشن هي كالتالي عندنا 54.000 دولار امريكي تريها 59.000 دولار امريكي اللي تتكلمني عنها ثم مناطق 65.000 دولار امريكي امريكي صعودا الى 69.000 دولار امريكي اي طيحة اي هبوط بنحط ان شاء الله افضل العملات من ناحية افكار التداول المستهدفة بامر الله ان اراض الله طيب خلينا نتكلم بس تعقيب بسيط على موضوع الدي اكس واي واليو از دي تي من غير تحليل الدقيق بس تعقيب بسيط حاليا زي ما تشوف اليو از دي تي الدومنس او استحواذ الاتذر عندك صحيح انه فيه ارتداد ونفس شيء ممكن تلاحظوا على الدي اكس واي او مؤشر الدولار الامريكي صحيح في كلاهما فيه او كان فيه نوع من الارتداد لكن هذا صحي هذا طبيعي ارتداد تصحيحي والنهاية بالنسبة له ما هبوط وبالتالي هذا يعكس ايجابا على باقي الاسواق فيه موضوحها بتكلم فيه اللي هو الطيحة والغدرة اللي صارت يعني خلينا نكون متحسبين لها خلينا احنا نتكلم عن موضوع شهر اكتوبرا شهر اكتوبرا بشكل عام المتعاوف عليه انه شهر ايجابي عشان كده الكثير من الناس تسميه اب توبرا فان شاء الله انه يكون شهر ايجابي لكن خلينا نجاهز نفسنا خصوصا مع المشاكل الجيوسياسية خصوصا مع قرب الانتخابات الامريكية لغدرة ممكن تصير في السوق ما بين خلينا نقول منتصف اكتوبر الى نهاية نوفمبر هذه فترة خلينا نكون حذرين الحذر ما راح يخسرك بأمر الله تعالى وان كنت انت حذر يعني مستفيد بطريقة او باخرى اي فرصات او اي فرصة تشوف فيها عملية دب او هبوط فمن وجهة نظر الشخصية هي تمركز ودخول في السوق السوق بأمر الله تعالى مقبل على خير بأمر الله تعالى لكن احنا صحيح مؤمنين بمبدأ الابتوبر او خلينا نقول انه شهر اكتوبر شهر ايجابي في نفس الوقت عندنا في العقل الباطل موضوع التصحيح والغدرات لازم نكون حذرين ولذلك احنا عندنا سيولة ولذلك عندنا عملية الدخول بأجزاء في موضوع حاب عقب عليه اللي هو موضوع الاثيريوم الاثيريوم تعتبع البلو تشيب او خلينا نقول تشيب الزرقة اللي موجودة في هذا السوق فصلنا في الاثيريوم بشكل جدا كبير راح اعطيك خارطة طريقة عامة احنا قاعدين نتكلم على الشهري ما زال الاثيريوم يظهر ضعف على الشارت زي ما احنا تكلمنا عنه حيث ان الاثيريوم يعني عندنا يتبع القناة السعرية الهابطة اللي انت تشوفها عندك هنا باللون الاصفر وهذه اتكلمنا عنها باضافة انه الاغلاق الشهري اضعف نوعا ما شديد على الاثيريوم حاليا الاثيريوم مستهدف اول المناطق عند تقريبا الالفين دولار امريكي ليش لانه هنا يتلاقى عند هذا المناطق دعم القناة السعرية الصاعدة اللي باللونة بنفسجي التاريخية بالاضافة لدعم القناة السعرية الهابطة للمدة المتوسطة والبعيدة لازلت ارجع و اقول العملاتة بقمية مناطق هبوط لا بأس بذلك اذا حصل هبوط تعتبى فرص دخول وجميع ما اقدم هنا او في اي مكان اخر هو وجهة نظر و ليست نصيح وقاك بامارك وقاك الواحد يقول مسلودك شخصية ببحن او خسار طيب خلينا نتكلم في موضوع اخر بما ان موضوع اكتوبر هو موضوع ممكن يكون ايجابي ممكن انه تصير غدرات زي ما احنا تكلمنا العملاتة بقمية من وجهة نظري العملاتة بقمية وهذا الممكن تشوفه معكوس عندك على التايتل او العنوان الخاص بالفيديو وايضا على الصورة المصغرة اذا انت داخل في مشاريع اول شي استخرت الله سبحانه وتعالى ثم درست هذه المشاريع ومتأكد من نجاح هذه المشاريع حتى لو حصل عملية تذبذب على المدى القصير او حتى لو حصلت الغدرات اللي احنا نتكلم عليها ما بين منتصف اكتوبر الى نهاية نوفمبر لا بأس بذلك من وجهة نظري اذا انت واثق من المشروع فبيعك له هو الخسارة فلذلك اذا انت واثق من المشروع من وجهة نظري حافظ عليه لا تقوم ببيعه بأمر الله تعالى لذا دائما نقول عملاتك المشاريع اللي انت مستثم فيها واثق منها ان شاء الله انكتوبها شهر خير لكن حتى لو حصلت عمليات تذبذب حادة لو حصل طيحة او هبوط حاد حافظ على هذه العملات لانه انت تخسر لما تبيعها واحنا بشكل عام مقبلين على خير بأمر الله تعالى خلينا نتكلم هل بدأ موسم العملات البديلة عندنا الحاجة اسمها الالت كوين سيزن اندكس خلينا نطلع عليه حلينا المؤشر عند 37 خلينا اقول لك على حاجة بالنسبة لموسم العملات البديلة تاريخيا يبدأ موسم العملات البديلة بعد ان يكون اول 50 عملة كرأس مال تتجاوز اداء البتكوين خلال ثلاثة اشهر تقريبا المؤشر خلال السبع الماضية كان عند مناطق بعيدة كل البعد عن موسم العملات البديلة علشان بس تكون انت معايا في الصورة ولكن خلال سبع القليل الماضي يصعد المؤشر زي ما تشوف وصعوده كان لا بأس به وهذا الصعود يعني وصل فيه الى مناطق 39 نقطة حاليا عند مناطق 37 نقطة وهي مناطق ما زالت تميل الى ان البيتكوين زي ما تشوف تميل الى البيتكوين سيزن اكثر من كونها الى الالت كون سيزن تميل الى موسم البيتكوين اكثر من كونها موسم العملات الرقمية البديلة لكن عشان نوصل لهذا نحتاج نجتاز الـ 50 نقطة إذا اشتازنا الـ 50 نقطة فإحنا بدأنا ندخل فيه الالت كون سيزن وموسم العملات البديلة وبالأخص فوق مناطق 75 نقطة هذا يعني ذروة صعود العملات المقمية البديلة والجنون السعري فإحنا ما نحن موجودين فيه موسم عملات بديلة برغم من ذلك ما شاء الله تشوف انفجارات مخيفة في البورتفوليو كيكيد انت قاعد تلاحظ هذا الشيء فمن بالك في موسم العملات البديلة لذلك بناء على كل هذه المعطيات اللي أنا قاعد يقول لك هي أي عمليات تصحيح هي مناطق دخول بأمن الله تعالى والقرار في النهاية لك والخير بأمن الله تعالى قادم في أمر آخر ما شاء الله الأكاديمية الخاصة فينا اللي هي الأكاديمية رقم واحد للعملات الرقمية والبلوكتشين في العالم العربي واللي حاليا مستضافة عن طريق منصة سكول إلى أن ينتهي تطبيقنا أو تطبيق الأكاديمية الخاص بنا إن شاء الله يتم مراجعته الآن من قبل أبل مراجعة الكود وإن شاء الله قريبا راح يتم إطلاقه بشكل كامل فراح ننتقل من سكول أو من استضافة سكول إلى استضافة التطبيق نفسه واللي يمثل الأكاديمية رقم واحد للعملات الرقمية والبلوكتشين في العالم العربي وزي ما تشوف ما شاء الله في أيام بسيطة عدد الأعضاء في الأكاديمية 303 عضو وفي الكميونيتي أو المجتمع المجان لهذه الأكاديمية أكثر من 3200 عضو واليوم إن شاء الله طالع مكالمة جماعية بأمن الله تعالى ساعة 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية علشان نتناقش مع الأعضاء اللي موجودين في الأكاديمية أرجع وقولك هذه الأكاديمية ما فكرة أني يجي مثلا لو تيجي للكلاسروم هنا راح تلاقي ثلاث دورات من برمجة العقل إلى دوة العملات الرقمية المتقدمة زائدا مكالمة أسبوعية يعني أربع مكالمات في الشهر زائدا تحليل للسوق بأمن الله تعالى لأنه الهدف من هذه الأكاديمية ما هو نيجي نعطيك معلومة ونمشي الهدف من هذه الأكاديمية أنه حتى أنت تكون أيضا في مجتمع تتكلم مع الناس وتتكلم وتشارك أفكارك وأراءك وتتكلم مع باقي الأعضاء ويكون هذه الأكاديمية موجودة معك طوال رحلتك في العملات الرقمية حاليا هي بسعف جدا مناسب وأكثر من ثلاثة عضو وقاعدين يستفيدوا كل يوم وكل ساعة فلا تضيع هذه الفوصل الموجودة أمامك راح تلاقي رابط التسجيل في الأكاديمية في صندوق الوصف اكتب لي تحت في قسم التعليقات إذا عندك أي استفسار عن العملات الرقمية وعملة حاب تحللها كالعادة دائما قسم التعليقات هو باب مفتوح دائما لكم أي سؤال حاب تسأله لا تستحيل لا تخجل خذ راحتك كلنا نتعلم مع بعض ومن بعض بأم الله تعالى اكتب لي هو تحت في قسم التعليقات لا تنسى تعطي هذه الحلقة إعجاب إذا فعلا تستحق إعجاب ولا تنسى تفعل جرس تنبيهات إذا مشترك في هذا القناة وإذا غير مشترك حياك الله بين ربعك وأخوانك في أكبر مجتمع ناطق في اللغة العربية في عالم الكبتو والعملات الرقمية ما بين اليوتيوب انستغرام تيك توك سكول سناب شات وغيرها من المنصات كذا وصلنا نهاية حلقة اليوم لا تنسى لنا والديني مدعاك أكتب من الصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أمان الله